فضلتك بالنسبة للوشم أو اللي هو التاتتو يعني والمايكرو بيلدنج والكلام ده حكم الدين في إيه؟ هو القضية إن الدم عندنا بإجماع الناس المسلمين نجس النجاسة دي بيحصل إيه في التاتتو ده؟ التاتتو ده قديماً أيام فيلم طمر حنة إن الجلد بنعمل فيه فجوة كده الفجوة دي بتصل إلى الدم فالدم بيملأ هذا البير أو هذه الفجوة أو هذا الخرم اللي خرمناها وبتيشتشبع بيها الجلد وأنا بحط فيه هذه الدم النجس بحط لون وكانوا يستعملوا حاجة اسمها التوتيا والتوتيا دي منها لون أخضر ومنها لون أزرق ومنها بعد كده بقى عملوا لون برطؤاني ولون أحمر وهكذا التاتتو الصيني كان لونه أحمر ويرسم بهذه الأبيار أو الثقوب اللي بتطلع دم يكتمها ويحط فيها هذه المادة اللي هي التوتيا فيرسم رسومات زي ما رسم على صدره التمر حينة اللي هي حبيبته في الفيلم التاتتوب الشكل ده نجس البشرة بتاعتي لأنه فيه الدم النجس ومالوش لازمة يعني ايه لازمة التاتتوب بقى ده ولا حاجة هو يعني حاجة عجيبة الشكل ولما كان يتشال كان يتشال بثاني أكسيد الكابريت يعني حاجة زي مية النار يعني حاجة وحشة قوي لأنه عايز أن أنا أزيله بيقولوا أنهم اخترعوا حاجة يعمل فيها الفجوة دي بحيث ما يطلعش دم يعني تبقى فيه الظاهر البشرة بحيث أن العمق بتاعها ما يجيبش لغاية الدم ويحط فيها برضو التوتية هي هي دي فالمسافة البسيطة دي بتزول بالاحتكاك كل ما الواحد يستحمى أو كل ما الواحد يغسل أو كذا ولذلك ترقيها تقعد تلات أربع خمس شهور وتزول تبهت 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 إنه في الحقيقة إنه أنسجة البشرة الخارجية بتروح وبتنبت معكانها أنسجة تانية عاملة زي الضوافر وطول الضوافر وحاجات زي كده إذا ما كانش فيها دم هتبقى مباحة إذا كان فيها دم هتبقى ممنوعة فهي منعها مش لذاتها طب ما هي بنحط كحل الرجالة والستات بيحطوا كحل بنحط حيات أبيض وأحمر ونشعر فيه الستات يعملوا كده اسمه مكياج ولا ميكاب ولا الكلام ده مباحة ليه؟ لأنه على ظاهر البشرة يعني التجميل هنا تجميل مش تغيير لما نيجي بقى للحاجات دي ويقول لي والله ما بتطلع دم دي خلاص التقنيات الحديثة بالليزر والبتاع وإش عار فيه قدرنا أن احنا نزبطها أنها ما تطلعش دم هتبقى مباحة ولكن عمليا ستات كتير يقولوا أنها بتطلع دم برد ما فيش فائدة يبقى بلاش من المخاطرة يبقى فيه هنا ورع بقى لأن هي إذا كان أصلها أنه ما بيطلعش دم لكن فيه احتمال أنه الصنايع ده أو الفاعل ده بتاع التتو ده أو الفاعلة مش فاني قوي يعني فبيطلع معاهد الدم يبقى بلاش منه لأنه هنا اختلط الحلال بالحرام يبقى يقدم الحرام تحرزا وتورعا لأنه لا حاجة لنا فيه بهذه الكيفية نعم ترجمة نانسي قنقر